شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار فعالية افتتاح المؤتمر الدولي الاول للدراسات الافريقية بعنوان التنمية المستدامة للقارة الافريقية كما تريدها والذي يعقد في الفترة من التاسع وحتى الحاج عشر من ديسمبر الجاري وخلال كلمته اكد عبدالغفار على ان القارة الافريقية تعد من القارات الشابة التي تمتلك ثروات غنية يجب استغلالها بدلا من تصديرها الى الخارج مشيرا الى ان القارة بها امكانيات وطاقات شبابية واعدة يمكن ان تقود القارة نحو التقدم والتطور والتنمية